الحمد لله الذي جعلني ألعن الظالمين من على رب وتدمشق اللهم ألعن من ظلم الزهراء لعنى لم تلعن به قبلهم ولا بعدهم يا شديد القوى دكتور ورد في الأثر كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجازي به لماذا أعطى الله تعالى هذا الفضل لشهر رمضان المبارك وفريضة الصوم حبا بالحسين مواسعة للمام حسين يطلع الواحد يقول للحسين مات أمس إن قتل أقرأ الآية شو تقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الحسين مولود في عالم الذر وهذا الصيام كل اللي مرت هذه القرون التي أهلكت كلها صيامهم واحد ليس مثل المسيحيين يصومون عن اللحم لا يوجد شيء الصيام هو صيام مسيحي سني شيعي يهودي كلها يواحد هذا الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني هذا الصيام معمول بي نفسي هذا الصيام ما تغير كان في الزبور والتوراة والإنجيل والفرقان والقرآن لكن إجت الناس غيرت بفتاويها ليش نعدنا الفتوى غير شرعية؟ أي فتوى هي غير شرعية؟ أي فتوى هي انتحال صفة على الله؟ عمر وأبو بكر مو فتوى فتوى بحدمية شرعية ورث فاطمة؟ كل فتوى هي انتقاص من الدين الدين ما بي فتوى الدين بي نص والالتزام بالنص أما تجتهد انت بالنص كارثة ماكو اجتهد بالنص هذا البلاء اللي نمر بي احنا وانت لازم تقول بلي لأن اذا ما قلت بلي نعلون سلفة سلفاك لازم تقول بلي يتشذبون عليك يدمرونك يدمرون دينك انت لازم تقول بلي يا بليش اقول بلي لأن انت حمار يكرم السامع لتلبوا علي لذلك اذا كنت عندك هذا العقل يشتغل تقول اوقف هذا قرآن عندي خوش القرآن يقدر واحد يجتهد بي كارثة من الكوارث احنا الان نجتهد بالقرآن الاحوط واحوط وجوبا شنو الاحوط واحوط وجوبا شو هالبلادة شو هالصخام الوجه فاليوم علي بن ابي طالب قال لا زينة لو مو زينة بكيفكم لو حلال الله حلال الى يوم القيامة حرام الله حرام الى يوم القيامة شنو احوط شنو احوط وجوبا يعني باشر انا اذا اريد اصير اعافي اجيب لي كتاب اوخر بي الاحوط احط احوط وجوبا والاحوط وجوبا حط احوط صرت انا فلان غيرت هو هذا ما يصير حلال الله حلال الى يوم القيامة وحرام الله حرام الى يوم القيامة الثانية انت لا تعرف بالفلك ولا عندك علمية ولا عندك صخام حاط للروزنا ما تمشي عليها شاوين السنة الكبيسة وين الصخام الوجه وين الزيادة وين النقصان ما يصير عمي ما يصير من شهد منكم الهلال يضحكون علينا من شهد اي من حضر الوقت في بلده من شهده يعني من حضره مو من شاهده مو من شاهده يا ناس من شاهده اي من حضره حطوها ان احنا ما نبتهم نتلب وعلي كيش ما يبتهم شاهده يعني شاهده ولذلك كارثة احنا نمر بكارثة قوش حين ما يأتي الامام مهدي ليش يقولوا راح يأتي بدين جديد اذا اتهب دين جديد يقولوا شو هذا لك هذا اصلا مو الدين مالتنا شاهي اي من صير الثورة ضده احنا تحلمنا من الف ومئتين وخمسين سنة لحد الان ما عدنا دين وغيرنا يوميا نغير ديننا كل اللي يجي حطلنا لزقه اجي الامام غير كل شي قال لا عم هذا كله غلط وعبادتكم غلط بس مقبولة مغطولة كتحب عليبنا بطالب مقبولة نقبل بالقليل ونعفو عن الكثير يقول الامام شلون ترهام اذا طلع فلان وقال لا عم انت شذاب شذاب للعظم 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 وانت مفلهم تفلان واصلك فلان اصلك يهودي اصلك نصراني اصلك شلون ترهام هاي الدنيا غير تقبل عيطان انتظروا شون راح تقبل عيطان انتوا عدلين ان شاء الله وشوفون تتأسفون على كل ساعة حبيته بها ايد كيف يمارس الدكتور ابو علي فريضة الصوم في يومه وليله ومن قدوته معلمي قدوتي وليس من مقلدين معلمي لان ما يقبل التقليد هو اصلا يرفض جملة وتلصيل انا من زمان صار صايم احيانا اصوم سنة سبعة شهر او ثمانة شهر في السنة واحيانا اصوم رجب وشعبان ورمضان وتأسف انه يخلصان بسرعة بس اغلبية السنين اصوم السنة يعني ثمانة شهر تسعة شهر من السنة ثلاثة سنية ثلاثة شهر انا افضل لاني اعرف متى هو شعبان الحقيقي ومتى رجب ومتى رمضان حتى الزم نفسي عن شهوات الدنيا والمبقات والنميمة والغيبة وعذية الناس حتى اعيالي ما يقعدون وياي لانه انا صايم دوم احيانا اسد الغرفة اظل اسبح لان انا تسبيح مو انا قاعد يوم احد الاصدقاء يسبح الليل كله والنار اللي قلت لهذا التسبيح ما لتكله عندي انا اصعد للسما سبع مرات وارد باليوم التسبيح اللي ما تأتي بنفع مو تسبيحه عبارة عن لغلقت لسان ولكن اقول للناس اذا اردت ان تستغني ويدفع عنك البلاء الله اليك بالاستغفار يقول اتى احد الى الامام الصادق عليه السلام قال انا رزقي شحيح جدا سيدي قال عليك بالاستغفار اجي الثاني قال رزقي شحيح قال عليك بالاستغفار اجي الثالث قال رزقي شحيح قال عليك بالاستغفار لماذا الاستغفار استغفروا ربكم الآية القرآنية تقول يمدكم بأموال وبني ويمدكم يعني بأموال وجنات وأنهار هاي القضية تخليك بالاستغفار ما عندك مجال تاخذ غيبة بعد ما عندك مجال للنميمة ما عندك مجال لاحتقار الناس وأذية الناس وعن معلمي يقول هذا الاستغفار يوجب الغنى الاستغفار استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والكرام بديع السماوات والأرض من جميع جرمي وظلمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه ما تقطع ولا يوم يوجب الغنى بس 400 مرة باليوم وكاستغفار ثاني يوجب الغنى سبحان الله العظيم استغفر الله وأتوب إليه يعني فد 300 أكثر من 300 مرة برع مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين يستوجه فعلا يغير حياتك لماذا الله أطانا أبواب الرحمة هذه أبواب الرحمة ولكن الإنسان يشتغل حمال مثل أبو علي تقل له تعالى علمك شي الله يمنع لك وبعد يساعدك يوم ثلاثة يوم يبطل مستحيل يقدر يكفي لأن الله ما يريد يكفي خليه يكفي هذا التزم بالإحمال أيضا بالإحمال ترجمة نانسي قنقر